توقعت صحيفة الجاردين البريطانية أن تشهد معدلات التدخم في بريطانيا ارتفاعا فلاكيا العام القادم على نحو غير مسبوك وضفت الصحيفة أن تقديرات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن هذا الارتفاع الرهيب في معدلات التدخم سوف يدفع بنكا إنجلترا إلى زيادة معدلات الفائدة لفترات أطول وبالنسب أعلى من كل التوقعات السابقة توقع رئيس بنك الاحتياطي للتحدي في شيكاغو شارلز إيفنز رفع البنك المركزي الأمريكي أسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في سبتمبر إذا لم ينحسر التدخم في إطار جهود الولايات المتحدة لمواجهة التدخم وتبعاته السلبية على الاقتصاد توقع شارلز إيفنز رئيس بنك الاحتياطي للتحدي في شيكاغو أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وذلك في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في سبتمبر مضيفاً في الوقت ذاتي أن زيادة قدرها 75 نقطة أساس قد تكون مطروحة أيضاً على الطاولة وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من رفع المجلس الاحتياطي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين 2.25% و2.50% وشهد سعر الفائدة زيادة بلغت 225 نقطة أساس منذ مارس بينما يخوض مسؤول المركزي الأمريكي معركة ضد تدخم جامح يظهر علامات قليلة على الانحصار في الأجل القصير رئيس بنك الاحتياطي التحدي في شيكاغو أشار كذلك إلى أنه يعتقد أن أسعار الفائدة سيتعين أن ترتفع إلى ما بين 3.75% و4% بحلول نهاية العام القادم لكنه حذر من مصار سريع على نحو مفرط للوصول إلى ذلك النطاق وكان رئيس مجلس الاحتياطي للتحدي جيرام باول قد أعلن الأسبوع الماضي أن البنك المركزي قد يدرس زيادة أخرى وصفها بالكبيرة بشكل غير معتاد للفائدة في اجتماعه القادم في 20 وال21 من سبتمبر أوضح باول أن مسؤولي سيسترشدون في صنع قرارهم بمزيد من البيانات المهمة التي تشمل التضخم والتوظيف وإنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي أعلن رئيس سريلانكا رانيل ويكريمسينجا أن بلاده سوف تقدم خطة لإعادة هيكلة الديون لسندوق النقد الدولي ترمي إلى إتمام حزمة إنقاذ للخروج من أزمة اقتصادية جارية وقال ويكريمسينجا في كالمة له أمام البرلمان أنه يتوقع إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بنجاح وأضح رئيس سريلانكا أن عملية إتمام خطة هيكلة الديون بدأت وستقدم الخطة للصندوق النقد الدولي حذرت منظمة الصحة العالمية من انعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الأفريقي حيث يواجه أكثر من 37 مليون شخص الجوع الحاد ويعاني حوالي 7 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد تحذيرات دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بسبب انعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الأفريقي مما ينذر بأوضاع كارثية في ظل أزمة نقص التمويل بالعالم منطقة القرن الأفريقي التي تشمل العديد من الدول أهمها جيبوتي والصومال والسودان وأوغندا وكينيا يواجه فيها أكثر من 37 مليون شخص الجوع الحاد كما يعاني حوالي 7 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد المنظمة الدولية أوضحت أن ضمان استجابة قوية للطوارئ الصحية أمر ضروري لتلاف الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها مشيرة إلى أنه يعد الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب أولوية مطلقة وكالة الصحة الأممية نشدت الحصول على ما يقرب من 123 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة والحيلولة دون تحول أزمة الغذاء إلى أزمة صحية أسباب هذه الأزمة الغذائية أرجعتها المنظمة الدولية إلى التغيرات المناخية والصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى جائحة كورونا مما أدى إلى تفاقم واحدة من أسوأ حالات الجفاف في المنطقة في العقود الأخيرة ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن الأربع مواسم الماضية لم تحتل فيها الأمطار مثل ما كان متوقعاً كما توقعت المنظمة حدوث ذلك في الموسم الخامس أيضاً في الأماكن التي تعاني من الجفاف لتستمر المشكلة في التدهور والتفاقم أظهر مسح أن شركات القطاع الخاص غير النفطية في السعودية حفظت على معدل نمو ثابت في يوليو الماضي وإن كان متباطئاً بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو وذلك بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاجة وانخفض مؤشر ستاندر أند بورز جلوباً لمدير المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 نقطة في يوليو الماضي من 57 نقطة في يونيو وانخفض أدنى من متوسط السلسلة البالغ 56.8 نقطة لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين نمو والانكماش ترجمة نانسي قنقر